بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم باش مهندسين بالنسبة لرجلة الإشارة بتاعة العمود اللي بتبقى في القعدة أو في اللبشة اللي هي الرجلة دي باش مهندسين الرجلة دي يعني أنا غالبا في كل شغلة بعملها 20 سنطر لكن الصح بق تعالي نتكلم في الصح هي رقم من الثلاث أرقام دي 15 مرة قطر سيخ أو عرض العمود أو 20 سنطر تمام؟ الرقم الأكبر من دول خده يعني هي المفروض ما تقلش عن عرض العمود أو ما تقلش عن 20 سنطر وما تقلش عن 15 مرة قطر السيخ فالرقم الأكبر من دول هو طول كعب العمود أو كعب الإشارة بتاعة العمود تمام؟ طيب هو فيدته إيه بها؟ هو أولا بيساعد أنه هو يقبر اللي دي لأن السيخ الأحمر ده كله ده كده باش مهندسين ده كله بيتحسب المفروض ما يقلش عن اللي دي المسافة دي كلها من أول هي أن الحب الرجل بتاعتها كده ما تقلش عن اللي دي طول التماسك 60 الفات طيب وظيفتها إيه؟ إن هي بتمسك الإشارة بالقعدة كويس وبالتالي الإشارة ده هيتصبع عليها العمود ومعمولة اللي دي برضو يبقى هتمسك العمود بالقعدة كويس جدا زيادة طول التماسك طيب تاني حاجة هي بتعمل على تقليل البنش أنتو طبعا عارفين العمود جاي عليها حمل شبه بيتحط على القعدة في مساحة واحدة فممكن يعمل على القعدة تمام عشان كده احنا من زمان كنا بنعمل نصمم الأعمدة بنصمم الأواعد كنا بنعمل بنفرض معينة وبنعمل تشيكو في شير وتشيكو في بنشيكو على القعدة تمام زي هزي الفلادس لا تمام آآ بس كده فايدتا بتاني حاجة بقى بتثبت السيخ علشان ما يتحركش آآ يبقى 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 على الحديد بتاع القعدة والسياخ ده مش مهدسين ضروري جدا بتبقى فوق السياخ بتاعة القواعي مش تحتية وحد يعني بتبقى فوق مش تحت ودي حتة مهمة جدا والناس بتنفذها غلط بانه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته